أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان باستسلام أكثر من 200 عنصر من داعش الإرهابي لقوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الشرقي الفراد في سوريا ونقل المرصد عن مصادر وصفها بالموثوقة أن رتلا من سبع شاحنات وفي مقدمته عرب هامر أمريكية وسيارة دفع ربعي تحمل رشاشات ثقيلة خرج من آخر جيب لداع الشرقي الفراد وأن الشاحنات كانت تحمل نحو 240 إرهابيا غالبياتهم من جنسيات أجنبية مما نسلم أنفسهم لقصد والتحالف